دعنا نسمي من الآن أنا أريد أن نسمي الأزمة القطرية وليست الأزمة الخليجية لأنه من يعيش في الواقع الأزمة أو المشكلة هي قطر لماذا قطر تصير كما ذكرت عزيزي في تقريركم وكذلك ذكره وتقريركم أنه دائما قطر تركز على قضية الاختراق أو الهاكينج ودائما تركز على مثل ذلك. لماذا؟ لأنه قطر في ورطة. لأنه في الواقع حتى لو كنت محايد وأقول أنها قد اخترقت. لكن اليوم ما حصل هو فضح لقطر ما حصل هو فضح. وهذا الذي هي مزعج قطر في الواقع أكثر. أنها انفضحت علاقتها التي كانت تحت الطاولة أصبحت فوق الطاولة. وخصوصا موقفها من إيران. ودعم من يريد زعزعة استقرار أمن دولنا الخليجية وفضلا على دعمها للميليشيات الإيرانية والمنظمات الإرهابية.